الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبعد أن تبين لنا المراد بالتفسير وأنه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية أو هو علم يراد به بيان معاني القرآن الكريم ثم ذكرنا أهمية هذا العلم ومكانته وبينا ما ذكره العلماء في حكم تعلمه وأن تعلمه فرض كفاية على مجموع الأمة ثم هناك ما هو فرض عين على كل مسلم وهو ما يتعلق بفهم ما لا بد له منه وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه بقوله وتفسير لا يعذر أحد بجهالته نتكلم في هذا الدرس إن شاء الله عن نشأة التفسير وتطوره طبعا الأصل أن القرآن الكريم والقاعدة في القرآن الكريم أنه نزل بلسان عربي مبين وهذا ما بدأ به المؤلف الحديث عن نشأة التفسير وتطوره حيث نزل القرآن كالعادة وسنة الله في كل رسول أنه يرسل إلى قومه بلسانهم ويتحدث معهم بلغتهم التي يعرفونها وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم والقرآن الكريم نزل بلسان العرب إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الأصل في القرآن يا إخوان وهذه قاعدة مهمة ومعلم مهم في القرآن أن الأصل في القرآن سهولة ألفاظه ووضوح معانيه وكثرة دلائله احفظوا هذا الأصل في القرآن الكريم سهولة ألفاظه ووضوح معانيه وكثرة دلائله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هذا في سهولة الألفاظ وضوح المعاني بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والكتاب المبين فهو مبين واضح وكثرة دلائله لأنه كتاب مبارك يأخذ منه الكثير من الفوائد والأحكام والإستنباطات فألفاظ القرآن عربية هذا هو الأصل وذكر للمؤلف هنا مسألة وهي الألفاظ التي يقال بأنها بلغة الحبشة مثلا أو بلغة كذا فإن هذا طبعا هذه المسألة فيها خلاف وهي هل يوجد في القرآن كلمات ليست عربية اختلف العلماء فمنهم من قال بأنها توجد ولكنها لا تخرج القرآن عن عربيته لأن الأصل هو أنه عربي وهذه الكلمات لا تؤثر وبعضهم قال إن هذه الكلمات مما اتفقت عليه اللغات مثل كفلين قسورة كما ذكر المؤلف سجيل يا جبال وأويبي معه أنه مما تواردت عليه اللغات واتفقت يعني أن هذا موجود عند العرب وعند غيرهم والأقرب طبعا هذا الذي ذكر المؤلف أنه هو الذي عليه التحقيق قال والذي عليه المحققون أنها كلمات اتفقت فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غيرهم من بعض أجناس الأمم وهذا هو ما رجحه جهبذ المفسرين وابن جرير الطبع رحمه الله فقد أورد ما روي في ذلك كقوله يؤتكم كفلين من رحمته قيل الكفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة وقوله إن ناشئة الليل قيل بلسان الحبشة إذا قام الرجل من الليل قالوا نشأ وقوله يا جبال وأويبي معه سبحي بلسان الحبشة وقوله فرت من قسورة قيل الأسد بالحبشية يعني القسورة وحجارة من سجيل ترميه بحجارة من سجيل قيل فارسية عربت أورد الطبري ما روي في ذلك ثم بيّن أن أحدا لم يقل إن هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما وإنما قال بعضهم حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا وحرف كذا بلسان العجب معناه كذا وقد ظهر أن بعض الألفاظ اتفقت فيها الألسن المختلفة كالدرهم والدينار والدواه والقلم والقرطاس يعني أنها تتفق فيها الأمم باختلاف لغتهم فأي مرجح يجعل اللفظ من لغة بعينها ثم نقل إلى اللغة الأخرى فليس أحد الجنسي الأولى بأن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس ومدعي ذلك يدعي شيئا بلا دليل بمعنى لا نستطيع أن نقول بأن أصل هذه الكلمة كانت في لغة فناء مثلا القوم الذين ليسوا من العرب مثلا الفرس أو الحبشة أو الروم أو ما شابه ذلك لا نستطيع أن نقول بأنها كانت عندهم ثم انتقلت وإنما الأقرب كما قال ابن جرير الطبري أنها اتفقت عليها اللغات وبعض العلماء والمحققين قال هي في الأصل كلمات أعجمية ثم انتقلت إلى العرب واستعملوها حتى صارت عربية بالاستعمال ونزل بها القرآن والخلاصة أن القرآن كله نزل بلسان عربي مبين حتى لو وردت فيه بعض الألفاظ المختلف فيها فهذا لا يؤثر في عربيته فطالما أن الأمر كذلك فالأصل أنه يفهم ويعرف لأنه نزل على قوم يعرفون اللغة العربية ويعرفون اللسان العربي فنبدأ بالتفسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلقى القرآن من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل فكان يتلقى ألفاظه ويتعلمها وأيضا يعرف معانيه لأنه لا بد من معرفة الألفاظ والمعاني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ألفاظ القرآن ويعلمهم من المعاني ما يحتاجون إلى تبيينه لأن الأصل أنه يقرأ عليهم كلاما يفهمونه فما أشكل عليهم أو اختلفوا فيه فإنه يبينه لهم كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لتبين للناس ما نزل إليهم وهو ما اختلفوا فيه كما دلت على ذلك الآية الأخرى في نفس السورة وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه فكان يبينه عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن لأنه نزل بلغتهم وإن كانوا يتفاوتون في فهمه يفهمون أصل المعاني في الغالب وقد يخفى بعضه على بعضهم فيبينه صلى الله عليه وسلم كما خفي على عدي بن حاتم المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود فظن أن المراد الخيطان المعروفان خيط أبيض وخيط أسود بينما المراد خيط الأبيض من الخيط الأسود يعني سواد الليل وبياض النهار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما أشكل عليهم وذكر المؤلف عندكم بعض الآثار التي تبين أن بعض الصحابة كان يخفى عليه بعض القرآن وهذا لا يؤثر لأنه لا يزال الناس يجهلون بعض الأشياء ثم يتعلمونها ويحرصون على البحث عن معناها من ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا له التكلف يا عمر طبعا يقصد عمر رضي الله عنهما الأب يعني ما حقيقته ما هو على وجه التعيين وإلا فكونه نباتا يخرج من الأرض هذا لا إشكال فيه وذكر المؤلف بعض الآثار التي تدل على أن بعض الصحابة كان تخفى عليه بعض المفردات فيتبين معناها عن طريق السؤال أو عن طريق بعض من يوجد عنده فيخبره بمعناها كما في الأثر الذي ذكره قال أخرج أبو عبيد من طريق مجاهد على ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربيان يتخاصماني في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها يعني أنا الذي بدأت بحفرها ولذا قال ابن قتيبة إن العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض وهذا معروف ولا شك كيف كان الصحابة يفسرون القرآن على ماذا يعتمدون ذكر المؤلف مسألة وهي كان الصحابة يعتمدون في تفسيرهم للقرآن في عصر عصرهم على أولا القرآن الكريم فكان بعضه يفسر بعضا كما هو معلوم فعلى درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن فما جاء مجملا في موضع جاء مبينا في موضع آخر وما جاء مطلقا في موضع جاء مقيدا في موضع آخر وما جاء عاما في موضع خصصا في موضع آخر وهكذا وهذا ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن ولهذا أمثلة كثيرة يعني لا يسهل حصرها وبيانها في هذه العجالة وهذا معروف في أصول التفسير وقد تكلم العلماء عنه في مسألة تفسير القرآن بالقرآن فكانوا يرجعون إلى القرآن نفسه ثم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يبين لهم القرآن ويوضح لهم ما أشكل عليهم كما فسر لهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لما شقت عليهم الآية وفسروا الظلم بالعموم كل ظلم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك وقال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما أشكل عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعض الآيات إما ابتداء أو إذا رأاهم قد أشكلت عليهم وقد تكلم العلماء عن تفسير القرآن بالسنة وأفردوا له أبوابا في التفسير وألفت فيه كتب وهو معروف تفسير القرآن بالسنة وهو من أعلى درجات وأنواع التفسير الأمر الثالث الذي كان الصحابة يعتمدون عليه في تفسير القرآن هو الفهم والاشتهاد فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله ولم يجدوا شيئا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في الفهم فإنهم من خلص العرب ويعرفون العربية ويحسنون فهمها ويعرفون وجوه البلاغة فيها واشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وآناس بن مالك وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن العاص وعائشة رضي الله عنهم أجمعين على تفاوت فيما بينهم قلة وكثرة وهؤلاء هم من أعلم الصحابة بالتفسير وخاصة ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وكذلك علي وعمر رضي الله عنهم أجمعين ولا شك أن التفسير بالمأثور عن الصحابة من أعلى أنواع التفسير وله قيمته العلمية ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول أو كان فيما لا مجال للرأي فيه يعني في الأمور الغيبية فهذا في حكم المرفوع لأنه لا يمكن للصحابي أن يقوله برأيه وإنما بسماع من النبي عليه الصلاة والسلام وأما ما كان من قبيل الرأي ففيه مجال للتفكر والنظر فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي من التفسير يوجب بعض العلماء الأخذ به خاصة إذا اتفقوا أو إذا لم يعرف له مخالف لأنهم أهل اللسان ولما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم الصحيح قال الزركشي في البرهان اعلم أن القرآن قسما قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين فالأول اللي هو عن الرسول يبحث فيه عن صحة السند والثاني ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه لأنه في حكم المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن تفسيرهم من أعلى أنواع التفسير قال الحافظ بن كثير في مقدمة تفسيره وهو ناقل لهذا الكلام عن شيخ الشيخ الإسلام بن تيمية وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم الصحيح التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ولسيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وفي هذا العهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يدون التفسير وإنما كان يعني ينقل بالتلقي والمشافهة هذا ما يتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل التفسير وهي التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم نكمل إن شاء الله المرحلة الثانية والثالثة في درس آخر أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين